غيل عربي بوست وفاتوا شخصين بسبب سيول جارفة بجدة أمطار غزيرة علقت الدراسة وأغلقت الطرق والأنفاق بالسعودية أعلنت السعودية الخميس الرابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني الفين واثنين وعشرين وفات شخصين وتعليق الدراسة ورحلات جوية بجدة وأغلاق عدد من الطرق والأنفاق في مكة المكرمة نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد المتحدث باسم الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني قال إنه سجلت حالتي وفاة حتى الآن وذلك في اتصال هاتفي مع القناة الإخبارية الرسمية وحث الجميع بعدم الخروج إلى للضرورة حتى نرى مستجدات الأرصاد فيما بثت القناة ذاتها لقطات متألفزة قالت إنها توضح غرق بعض الأحياء في جدة وسط مشاهد لاندفاع كبير للمياه الأمطار في الشوارع وأخرى تظهر سقوط أشجار بإحدى الطرق كما نقلت الإخبارية أيضا لقطات لسقوط أمطار على الكعبة المشرفة بمكة وصى انتظام طواف المصلين وفي وقت سابق أعلنت إدارة التعليم في جدة وجامعة الملك عبد العزيز في بيانين تعليق الدراسة نظرا للحالة المطرية وحفاظا على سلامة الطلاب كما أعلن مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة على حسابه على تويتر تأخير إقلاع بعض الرحلات الجوية نظرا للظروف الجوية